تحذير هام لو حضرتك مؤمن البرنامج ده ممكن يكفرك لو حضرتك صايم البرنامج ده ممكن يفطرك ولو ما بتحبش التفكير البرنامج ده أكيد حيفكرك الزعل ممنوع واللي بيزعل يقوم وتعويره في الوش ما فيهش معلش رمضان كاي آية وتعليق اه الشاي 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 المغربي يا سلام تحب الشاي انت لا من أعظم ما أنتجت الثقافة العربية هو الشاي المغربي والبلح من الحاجتين والرفعة دي اه رفعة الشاي ايوة ما هيما ايه الاعجاز العربي في الشاي بقى بالنعناع وتكلم عن الاعجاز قولي احنا هنتكلم ايه النهاردة عن ايه احنا تكلم عن المغرفات طبعا عن المعجزات اللي هم طلبوها من محمد وما قدمهاش بحجة ان هو وانا شعرفت ان انا قدمتلكم معجزات ان انتو حتقام نوبية مجو ضامن اه مضيلي الاول ايه من الاول اه اه وبعدين وما ما نعنا ان نرسلها بالايات ربنا في حد بيمنعه اه يعني تخيل ان ربنا عنده حد ممكن يمنعه انه يعمل حاجات اللي منعنا نجيب ايات انه ما نفعتش ما نفعتش قبل كده طب نعني مضيع وقت فايه المعجزة بقى اللي المفهود ان الاسلام جاء بيها ومحمد جاء بيها عشان يعجزهم ما كلمة معجزة يعني يعجزهم قالك القرآن اه هو نفس قرآن نفسه فقالك في حديث ان هو كان النبي بيطل القرآن فسمعوا الوليد بن المغيرة وانبهر بقى بجمال القرآن وقالك وإن أعلاه لحلاوة وأدناه لطلاوة وعلى يمينه شقاوة وعلى شماله بقلاوة حاجات حلوة قوي الرجل انبهر ليه بقى رغم ان القرآن بيقول العكس كده تماما اه لا هو ما قلناش حتى الحديث واللي بيفسروا الحديث ما قلناش ايه الصورة اللي هي بهارته بهذا الشكل فعلا فمرة يقولك دي صورة النحل مرة يقولك دي غافر مرة يقولك لا دي فصلة مرة يقولك الرحمن الرحمن اللي هي نصها وإحنا ما إحنا أريين الشار العربي إحنا أريين الشار العربي وعارفين يعني يعني جماله المرء القيس لما أقولك قفى نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول فحوم هذه لازمها شاي بقى كمل انت بقى فتوضح فالمقراطي لم يعفر اسمها لما نسجتها من جنوب وشمألي ولا لم ألا أفاطم مهلا بعد هذا التدللي وإن كنت قد أزمعت صرمي لم أغزة فأجملي شايف الجمال في التعب يعني دي بالزمة دي ولا والعاديات يضبح فالمورياتي قد حف وشانا صرنا به وسط فلنزلنا به جمع ولا وفعلت فعلتك التي فعلت وانت والله لو أرمره القسقن قال وفعلت فعلتك التي فعلت في قصيدك لو كانوا ضربوه من منجنيك طب إيرا يكي أن القرآن ما بيقولش أنه حد قال عليه أنه هو حلاوة وطلاوة ومش عارفة بالعكس ده كله عن ما اللي يشتمو فيه ده بيقولك إن هذا إلا قول البشر والقرآن بيقول قول البشر الحديث بيقولك حلاوة وطلاوة طب لما بنقرأ القرآن منها مثلا أنا هاختر آيات كده الجاثية مثلا وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذ هزوة اتخذ هزوة دي موجودة في القرآن كتير كتير جدا ذلك بأنكم اتخذتم آيات الله هزوة وبعدين في النساء بتلاقي حاجة تانية ده كانوا عاملين القرآن يعني نكت ها بيعملوا زي ما احنا بنعمل كده اه يعني أول ناس عملوا آية وتعليق اه أول ناس عملوا تعليق قال لك فعلت فعلتك التي فعلت ده قريش ده حتى في النساء 140 بيقولهم وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم يعني المسلمين كانوا أعادين وقريش بتنكت عن القرآن وتعرف السبب ليه بقى أنه ما يعودوش معهم لأنه ممكن هو نفسه يبتدي شك لما يبتدي هذا يقول طب ما صحيح حكايته فعلت فعلتك التي فعلتها فعلتها إذن وإنا من الخاسرين يعني ممكن يقولك فعلا إذا طب الفكرة فلا تقعدوا معهم حتى يحوضوا في حديث غيره يعني حتى يغيروا الحديث بعدين يقعدوا معهم إنكم إذن مثلهم يعني لو عدتوا معهم إن الله جاء مع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا وبعدين حتى محمد تخيل بقى محمد نفسه بيقوله وإذا رأيت مش تم رأيت أنت الذين يخوضون في آياتنا تعرف يا يخوضون الله بيعمل بيقلس دلوقتي نحن نحن نخوضوا في آياتنا نخوضوا فيها فالذين يخوضون في آياتنا فعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره يعني نحفوضا للأخوة المسلمين اللي بتفرجوا علينا دلوقتي يقفلوا حتى نخوض في حديث لحد ما نتكلم في حديث تلك ما نتكلم عن أوباما بقى وميركل وإما ينسينك الشيطان تخيل بقى فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين يعني محمد كان بينسا ويقعد معهم بيخوضوا في آيات الله وبعدين يفتكوا يقعد يقعد يسود ده أنا كنت ده قرآن ده بيخوضوا في القرآن بتاعنا آه أعوضوا بالله من الشيطان الرجيم لو بيقوله لو إما ينسينك لو نسيت بعد ما تتذكر امشي امشي تخيل بقى في حد ينسى أنه قاعد مع الناس بيتاريها وعلى القرآن فإيه رأيك عايزين يصوروا لنا القرآن أنه معجز والعرب لكن داخل القرآن بتجد العقل ليس أي آية في القرآن بتقولك أنه ما انبهروا به وكله قوله شاعر قوله بشر أساطير الأولين يعني ما لي القرآن سبعة تمن مرات وهو يقولك إيه إن هذا إلا أساطير قالوا قد سمعنا لو نشى لقلنا مثل هذا قالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة فين الإنبهار والإعجاز ده بس في الأحاديث ما دايما الأحاديث بتيجي تعوض اللي القرآن ما ذكرهش يعني القرآن ما قالش إنه فيه معجزات فالأحاديث تجي تقولك ومش عارف إيه وتضخم لك في الإسراء والمعرج اللي هو القرآن ما بيحكيش عنه تفاصيل تقولك وإنه هو مسافر وغير ثور ومش عارف إيه والحمامة والعنكبوت كل ده مش موجود في القرآن خالص كلمة معجزة أو آية دايما كان هو يرفضها إنما الآيات عند الله إن كنتوا إلا بشرا الرسول أجيب لكم منين يا حصرة ما الحال من بعض يعني طيب نشرب شاي يلا بقى اللي عايز الحلاوة واللي عايز الطلاوة واللي عايز بألاوة يعمل لايك اشتركوا في القناة